والشمس حمية ما عندناش سيارة انا باهمة زوجة ومقابلة وتعفل على شعرك ممكن اكل مرة في اليوم لدي المراتين عشان نوفر من فلوس انت ايه؟ مصير ليه ده ما تحسيني بالعجز؟ ليه يا نورة؟ ابوك تروح البيت رايق ومروق وتضحك وتنبسط وتنسى كل اللي حصل بس لا تنسى تمر علي الليلة بعد العشة في العيادة وان شاء الله اشوف لك حل الكوابس هذه اللي تجيك بس ايش ابوك تضحك وتنبسط ايش بك يا راجي؟ الناس تتمنى قدرات خارقة وانت ترفضها يا ابويا اضحك يا ابويا هش poo اهحك يا ابويا روكى اهحا اهح اهحك اشتركوا في القناة 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 يا الله اشتركوا في القناة 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 وانت اشتركوا في القناة 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 هيا اشتركوا في القناة ترى الموضوع تخول من مجرد جريمة نبحث فيه عن الجاني الى مريض نفسي يحاول انه يتحدان شكلا دخلنا على محركة جديدة والضحايا فيها مواطنين بس عشان يثبت الذكاء علينا وهذا اللي أنا خايف منه ضحايا جدد عشان كده رايد فيصل السؤال اللي بيدور في ذهني دائما إيش وجه الربط في الجرائم هذه كلها بين الضحايا للأسف ما في أي رابط يربطهم مع بعض مصدقين لابد من وجود رابط بس إحنا ما اكتشفنا طالما إنه القاتل واحد لابد من وجود رابط إحنا لو بحثنا بين الضحايا عن شي مشترك بينه ممكن نوصلنا هذا للقاتل وهذه هي نقطة البداية يا طويل العمر مستحيل أنا دورت في جميع شجرات عائلاتهم وصداقاتهم ما لقيت في أي روابط بينهم حتى فارق السن بينهم كبير جدا يعني لا يمكن تكوين علاقات من أي نوع تتوقع إننا نواجه مريض نفسي ولا عصابة تلعب علينا لتشديد انتباهنا عموماً أنا حشتغل على احتمال وجود تكوين عصابي يبغي يلفت نظرنا للجرائب وهو يشتغل في هدوء للتحضير وصيبة كبرى عشان كده رايت فيصل أبغاك تشتغل على فكرة المريض النفسي عشان نقدر نواجهه بنفس سلاحه وأسلوبه ما يفل الحديد إلا الحديد كافي عني قسل إنه نحن محتاجين إلى طبيب نفسي يفاهمنا هو ليش بيسومك ممكن يدلنا على خطوات الجانية صحيح إحنا لازم نستشير أكبر طبيب نفسي موجود في المملكة أنا أكلب لك الدكتور عبد المجيد صديقي عايش في الأمدن وأطلب منه يرشح لنا طبيب نفسي يثق فيه وبغاك تجلس معاه اليوم كبرى اشتركوا في القناة